شارك سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في تدشين الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز هذا وعقد الاجتماع التاسيسي للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز في العاصمة الاسبانية مدريد على هامش اجتماعات الجمعية الثالث والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة دولية واسعة من رؤساء برلمانات ورؤساء وفود عدد كبير من دول حركة عدم الانحياز وخلال جلسة التدشين ألقى العسومي كلمة أعلن فيها تأييد البرلمان العربي وترحيبه ودعمه لمبادرة إنشاء شبكة برلمانية لحركة عدم الانحياز معربا عن تطلعه لأن تكون هذه الشبكة تجمع برلماني عالمي يساهم في تحقيق العدالة الدولية المفقودة في العديد من المؤسسات الدولية وأن يعالج قضايا الدول النامية بشكل أكثر عدلا وإنصافا